في الحياة فيه أخطاء كتير جداً الناس بتقع فيها بتأثر هذه الأخطاء بشكل سلبي على فطورة الكهرباء الناس دي بتلاقي آخر الشهر فطورتهم مرتفعة وبيفضل يقولوا إن الكهرباء غالية وإن الفواتير طلعت يعني عن المعدل بتاعها ومعرفوش إن استئلاكهم الغلط هو يمكن هو السبب الرئيسي في زيادة فطورة الكهرباء الفكرة دي يعني بتنطبق على الحياة كتير جداً يمكن في أجهزتنا الموجودة عندنا في المنزل يبقى سنة أنا عايزة أقول لك يا مصطفى إنه حاجات بسيطة قوي قوي هي اللي بترفع الفطورة وإحنا ما بنبقاش فاهمين أنا عايزة أقول لك مثلاً مثال إيه؟ الكاتل اللي إحنا كل شوية بندوس على الضرار بتاعه ده ونسخن المية ولما نسخن يمكن أكتر من الكمية اللي إحنا عايزينها ده بيستهلك من الكهرباء استهلك كبير قوي قوي ده مثال بسيط في حاجات تانية يمكن أكتر وأكتر هيكلمنا عنها النهاردة هضفنا اللي منورنا في الستوديو المهندس أحمد صلاح الشناوي وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين أهلاً بيك يا فن سواء خير يا فن اللي أنا قلتو ده صح ولا لا؟ مصبوط يا فن منهم ده الحاجات اللي هي بتعمل يعني أنا بس فيه الناس كلها زي حدوك قلتو كده تشوف فطورة الكهرباء بخر الشهر سواء اللي هو العداد التقليدي اللي هو بقرس أو العداد مصبوط ده فيقولك كل ده فطورة الكهرباء أنا ما استهلكتش الكهرباء دي كلها بس هو فيه التصرفات غلط بعملها زي ما عادتك وضحتي الغلاية أنا الواحدة دلوقتي في البيت فيه ناس بتمنع الغلاية كلها فتقعد الغلاية مزي ما لو أنا مالي كوباية واحدة تقعد دقيقتين تقعد خمس دايق فيه حاجات تانية مثلا أنا مثلا أحط ميا في الغلاية وشغالها جالي تليفون الميا بردت رح مشغالها تاني فدي برضو السلاك كهرباء تاني أنا عايزة أقولك إن هي بتستخدم أصلا حتى لو كبناء صغيرة بتستخدم كهرباء كتير جدا لأنها بتسخن من ضمن الأجهزة كسيفة السلاك للطاقة زيها زي السخان بالكهرباء السخان بالكهرباء ده جهاز بيستهل الكهرباء بطريق ده مصيبة ده مصيبة ده مصيبة يعني أنا عايزة أوضح الناس التموك تسيب البيت لمدة شهر ولا سنة بحالها وترجع وسيب السخان الميا برضو زي الغلاية هتبدل الميا تبرد بعدين رح شغالة تاني ميا تبرد تروح شغالة تاني يبدل طول اليوم كده فات حتى لو مستهلكتش حاجة خالي طول وتحلف لما مستعملتش السخان هتلاقي فطورة الكهرباء جاية غالي فعشان كده أنا معنصح بالنسبة للسخان والكهرباء بالذات استخدمه قبل عايز استخدمه تاخد شور قبلها بنصف ساعة تلت ساعة بالكتير بعد ما تاخد الشور طب أنا عايزة أسأل بأسؤال مهمة قوي أنا دلوقتي مثلا خليف الكاتل الكاتل ده أنا استخدمته وسخانت في الماء أو السخان معايب تعملي معايرة لي حال النهاردة بعد ما خلصت أشيلي الفيشة ايه سحسن أشيلي الفيشة ونفس الشيء بالنسبة للسخان إنت خلصت 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 شور بتاعتك أو ساعة أو لست البيت الباب بتاعة المطبخ وكده يعشف فيها دون بتبع عايزة مية سخنة خلصت فيه لكن تفضل شغال كده بيسهل الكراب من غير أنت ما تدري لو تقول لأنا الفاتورة بدفع فاتورة كتيرة لي فلازم تفصل السخان بالكارب ايه تانية ده ده كمان بيأثر على عمر الرفتراضي طبعا ما تفضل السخان شغال على طول بيأثر على عمر الرفتراضي حمنا نقول للمسيح الرفتراضي مثلا السخان 15 سنة تلاقي واحد تاني يقول لك ده ما كملش معاي خمس سنين ليه لنت سيبه شغال على طول فدي حاجات سيئة جدا يعني من ضمن الحاجات كسيبة السلاك للتقل اللي هي السخان احنا عايزين نعرف المادة بتاعها قدي يعني بدي اخد كم واط او بستغني بلسبة ده مايكرويف بسلا الكاتل قدي انت حدك بس شوف فيه النمبليت بتاع اللي هو الورية البيانات دي اللي مخشوف فيها الواط انت تحسب بالواط انت شغلته كم ساعة هتعرف الواط بتاعه كم كل جهاز ليه كم واط 200 واط شغلته مثلا خمس ساعة يبقى 200 واط يبقى انت خدت 200 واط يعني ما كملتش نص كيلو لو انت في الساعة فكل جهاز حسب النمبليت بتاعه في حاجة مهمة أبا حضرتك من البيانتين ليا ما تجي تشتري جهاز في حاجة اسمها بطاقة ترشيد الطاقة بطاقة ترشيد الطاقة دي تلاقيها مع محطوطة متعلقة فيها الوان بالعرض دي ايه ايه وبي وصي ودي وإيه هتلاقي ساهم عليه ساهم عليه ده يبقى الجهاز ده ترشيد الطاقة بتاعه كويس جهاز كويس بيوفر في الطاقة الجهاز ده بيبقى متعاير من جهاز تنظيم مرفق التهربة والتنظيمة وحماية المستهلك يبقى الجهاز ده شري ممكن يبقى غالي شوية عن أجهزة تانية فيه الناس تقولك لا ما تاخدش بقى لو قالك ده الجهاز ده أرخص هو أرخص أبا ستة على المدى هتلاقي بتسهلك فطورة الكهرباء أعلى من الجهاز ده فلازم تتاخد بالك نقطة دي مهمة قوي بقى بالرحة علينا كده فيه ورقة بتعلقة كده بتعلقة على الجهاز اسمه بطاقة ترشيد الطاقة على السخن بالكهرباء حتى كيف على الغسالة فول أوتوماتيك الأجهزة الكبيرة يعني لازم تعليها حرف A حرف A هتلاقي سهم يعني هتلاقي بالعرض هتلاقي حرف A حرف A ده بقى الجهاز ده تشتريه والتمنطمن بيبقى أغلى شوية لكن بيوفر لي كهرباء كل ما تقلل بالحرف A و B و C و D و E كده كده بتسهل الكهرباء أكتر حتى بإزاي أنا جبت الجهاز ده شغلته ساعة وجبت الجهاز ده شغلته ساعة هتلاقي ده ضعف الكهرباء بتاعها أمثلة إيه بقى تلفزيونيات مثلاً هي غسالة فول أوتوماتيك تلاجة تأكيف سخن بالكهرباء حاجات الفيحة تسهل الكهرباء كتير هي دي اللي بتقطع ترشيد الطاقة لازم تتأكد منها يعني ايه تاني أجهزة عندي في البيت أنا فاكرا أن هي أجهزة يعني ما بتعملش حاجة بس التلاجة برضو من حاجات بتسهل الكهرباء كتير وإحنا ليه ناس تعمل سيء جداً في التلاجة أنا بشوف ناس طفل مسلاً اللي بحفتح التلاجة ماما مش عارف إيه التلاجة فيها إيه طيب تقول له لأ بص مش عارف إيه وساب التلاجة مفتوحة كده تتب تشغل تخلي الكمبريسور يشتغل أكتر كده وفي الضيع دورة الفريون لما تفتح تلاجة تكون عايزة تاخد الحاجة منها وتطلحها تاني الحاجة برضو من ضمن الحاجات السيئة في استعمالنا التلاجة من الترسها تسيبها شوية برة كده ما تبرد مثلا ربع ساعة التساعة حسب ما تبرد بدين دخلها ما تدخلها سخنة الكمبريسور عايش تغل أكتر فتاخد يشتغل أكتر فبتسهل الكهرباء أكتر وبرضو سيما قولنا أي جهاز ليه عمر افتراضي يتكده بتقلل العمر الافتراضي للحاجة طيب بالنسبة لمايكرويف يعني يا بالناس كتير بتقول أنه هو برضو من الحاجات المخصوصاً بقى لو أنت مثلا حاجة مجمدة وعايز تفكها فيه سيبها شوية سيبها شوية من بره يعني سيبها شوية لكي أنت هو بيروق ست متر بتساعة تروح واخد حاجة طوله عايزة الميكرويف لا ماينفعش ده معلش شخص ندر مش هنستخدم عنه بقى مشايف بس هو السخاب بالكهرباء هو أكتر حاجة حاول ما تستخدمش السخاب بالكهرباء كتير يعني فتصوصاً هدخلين على فاصل الشتاء فحاول يعني نص ساعة قبلها بالكتير أو يتشغله وبعد ما تخلص نظم تطفيه لكن إنت طول ما شاء الله عمال يسحب في فطورة الكهرباء يعني عمال يسحب مكارت طب والتاكيفات بقى البعض بيستكفي بفكرة إن أنا باطفي التاكيف برموت لكن بسيب المفتاح مفتوحة ده بستهلك لا يسحسن برضا تفصله يسحسن تفصله والتاكيف بسهل هو عدوات عيقل استعملوا حدخلين على فاصل الشتاء تعملوا على درجة حرارة 24 والأطباء حتى قال لك يعني الدرجة دي كويسة لجسم الإنسان لأن إحنا ساعت نقول إيه أنا جالي رشعة في مرة أخيرة أنا جالي عظمي مكاسر يقولك التاكيف 18 و 22 و 22 درجة الحرارة دي غلط جدا على جسم الإنسان حتى بصّلها صحيا يعني عشان صحيتك إنت يعني فحاولت تعمل درجة التاكيف على 24 لأنه بتعمله على 18 عبل ما يوصل عايز يكيف درجة حرارة 30 و 35 و 40 عبل ما يوصل 18 يفضل شغال شغال على طول شغال على طول تحرق الكل جس فده بسهل قربة وجسمك يعني الملابس برضو دراير إنت بتستخدمها في المقفف في المقفف ده برضو من حاجات بتاخد كهرابة كتيرة وبردو لأ طبوها قالك لا الملابس تتعرض لأشعة الشمس دي حاجة كويسة ده غير أسم بيكرمشها بيبوزها أيوة بيكرمشها بيبوز وتطلع لازم تتكاوب بتاع فبردو لازم تعرضها لأشعة الشمس فده من ضمن الحاجات برضو المكوى ما تيجي تشغل المكوى ما تبقى الشغال على طول خلاص طفت تروح شغال الفيشة وكوب الحاجة بتاعتك الإضاءة في المنزل بالتأكيد لها أو مفروض بقى لها ضوابط يعني علشان تسل ترشيد الكهرابة إحنا بنخطئ في إيه كمصريين يعني مثلا إحنا لازم اللمبات اللي هو الليد اللمبات الليد دي هي اللمبات المغفرة للطاقة طبعا هلازم نعلم الناس ما تطلع من القدرس ما تطفل الكهرابة يعني وفي حاجة تانية يعني مثلا أنا بشوف في العمرات الكبيرة مثلا نور السلم ده مثلا تلاقي الناس تروح دايسة مثلا لما يفتاح عملو الطايمر يقع تلاتة أربعة دقايق وبيشتغال وإنت مثلا طلع الدور الثاني ومسلا كل النور السلم دوقتي فيه جهاز زغار كاسمه موفي جديكشن اللي هو حساس حركة وليه حتى في الفنادق بقوا بيعملوه فعلا في الباركينج بتاع الفنادق إنت دخلت كده هو بيحس بالعشاعة تحت الحمرة بتاعت الجسم فبينور أوتوماتيك بعد ما تمشي من المكان ده بيروح تقفل أوتوماتيك فياريت للحاجات دي الناس تستخدموا حاجات رخيصة وخلاص وبقت متناول في السوق يعني برضو فيه الحاجات برضو بس ابتدت في المدن الجديدة العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة والعالمين اللي هو السمارت البلدنج يعني ممكن بالموبايل ده قطف النور دلوقتي بدل ما أنسا ممكن تلاحت بره مثلا البيت ونسيت الكهرباء مثلا بتاعه ممكن تطفيها عن طريق الموبايل عن طريق الابليكيشن دي فدي برضو من ضمن الحاجات السمارت يعني بدأت تدخل مصر يعني بصراحة إحنا نشيد للرجالة في موضوع يعني استهلاك الطاقة لا يعني الحفاظ على الطاقة لأن هم دايما بيمشوا يتفضوا دور ورانا طيب ده الصحة والله مش بخري يعني إنت بص لها بص فانم التوشيد الطاقة ده بص لها إن حاجة ده إنت بتوفر في خطورة الكهرباء العمر في طرق الجهاز بيطول الثاني حاجة بتساعد الدولة هو حذر كفانم المشكلة اللي عندنا كان فيها تخفيف الأحمال إنها كانت من الغاز الطبيعي كل ما الاستهلاك بيزيد أنا بزود بشغل تاني محطات كهرباء أكتر بشغل توربينيات أكتر توربينيات دي بتبعيز غاز طبيعي ومزود أنا ممكن أساعد الدولة كمان لأن أقلل الكهرباء فساعد نفسي في الآخر فساعدت كهرباء الجلي قليلة مش هي والعمر التالي والجال بتاع بيبدأ بسليم أكتر وقت ممكن يعني العمر في صارد اللايف طايم بتاعه وبقالل خلي ما خشش بقى بتوربينة جديدة هيستهلك غاز كتير فديك حاجة كويسة يعني عايزين نكلم عن الشرائح بتاعت الكهرباء يعني مقدر نقول إن الشرائح دي أقدر أوصل للشريحة المسلس زي لو أنا حافظت على الأجهزتي بشكل ممكن بص فيه ناس بتبقى يعني العداد اللي هو بقرس ده بيبينك كيلو وقت إنت ما بتشوف كل ما بتشغل الجهاز كده داحتك هتلاقي العداد بالقرس بتاعه بيدور أكتر يعني العداد اللي هو مسبوء دفع البير بيرد هتلاقي برضو الكهرباء بزيد فيه فأنت لازم تعرف استهلاكك يعني هو ممكن تثبطها من العداد البير بيرد أكتر يعني والتاني برضو تثبطها إنت بتشوف استهلاكك يعني إنت طبعا الكهرباء عاملة شرائح من 0 إلى 50 و 50 إلى 100 كل ما تزيد الشريحة الكيلو واط بيزيد فأنت تشوف شريحتك أنا مثلا على 200 كيلو واط دا أنا لو أنا قالت 220 خلاص أخش بالشريحة جيبة هتحسب بالكيلو واط فخلاص أنا 200 حاول بقى ما زودش مثلا حاول بقى إيه ما سغلش تسخر بالكهرباء أقلل إنت كيف أشوف الحاجات اللي أنا إنت اللي بتتحك طب أنا بقى تفرقت على الحلقة النهاردة وسمعت كلام حضرتك وقللت كل دا واستهلاكي بقى أقل بكتير هل بقى بنزل شريحة أقل شغالة وفيش حاجة وهتلاقي هو العداد المسبوع دا فمش هتلاقي الكارت مش هتلاقي تخصم منه حاجة بس ما سيبش البيت مسلا وسايب السخن شغال ما هيقسم من العداد وأنه شغال على طول ففي حاجات لازم تفصل برضو فيش التلفزيور مسافر فترة مسلا كل أسبوع مسلا تفصل الفياش ما سيبش شاحن الموبايل حاول تشيره بس هي أهم حاجة السخن بالكهرباء والتكريف والغسالة في كل أوتوماتيك صحيح الموبايل في الفيش لسه حضرتك ذكرته ومصر كلها بتعمل اه خلاص اتتت شيلتو خلاص يعني دا حاجة بسيطة كده خلاص ما فيهاش مشكلة يعني يعني دا بياخد اه بياخد بسه حاجة حاجة كده بتاخد بس طبعا حنا بقوله السخن بالكرباء دا هو الجهاز والغسالة في كل أوتوماتيك والتلاجة فيه حاجات لازم نعمل الغلاجة زي حضرتك وضحت في أول الحلقة مايكرويف او المايكرويف يعني ما بناش مثلا الغلاجة وانا قاعد لوحدة في البيت هاعمل بتاع ما ما يمفعش ايه تعايرها يعني مثلا انت كباية خلاص حطوا كباية تقلا على فكرة الكاتل الكاتل دا كارسة عيانية مازالس المية تروح يعني حطها في البتاع وخلاص وانا هاعمل كباية زيارة طب انتا ليه بتعمل كده يعني مهو المشكلة الناس ما بتعمل كده ويجي الفاتورة او يتخصم من اللي عندي يقول لك بص دي شركة الكهرباء يقول كلمة وحشة دول سرقوني دول متاع فانت بتصرفاتك دي هي اللي بتخلي الفاتورة عليك عالية يعني لكن ان لو عندي اي يعني تعليق على او عندي اي استفسار انا ممكن نتوجه لشركة الكهرباء وهم يرد عليك لو انت شركك في العداد بتاعك مش مزبوط مثلا يعني في قسم اسم قسم المعايرة المعايرة دا بتطلب طلب النتيجة تعمل معايرة الجهاز المعايرة الجهاز دا اللي هو بيقارنوا بجهاز سليم بيشوفوا هل بيئس الكيلو واط مزبوط ويئس كيلو واط وبيديك اوكين الجهاز لو ما العداد مش مزبوط بيغيروا ولازم برضو في العداد المزبوط الدفع اللي هو البيبيرت لازم يتأكد من التاريخ لما تيجي تحط الكارت لازم يتأكد من التاريخ والوقت بالزبط يعني محدش يلعب في العداد دا خلص اي لعب في العداد دا ممكن يأثر عليك فلازم تتأكد منه الحاجات دي سليمة هو بيتركب شركتك بتركبه لك بيبقى خلاص هو تمام وراجل زبط كل حاجة ما تحاولش تلعب فيه بس بعد كده كنت تدخل الكارت ما تيجي تشحنه وشوف الشحنة دخلت وعدين تشيله بعد كده صحيح على يا حال احنا قلنا اهم الاشياء المفروضة السادة الموطنين يعني وعارفينها فيما يتعلق بترشيد الكهرباء فيه اجهزة كثيفة الاستخدام ياريت لما نخلص استخدامها بنشلها على طول امان ابرزها المايكرويف السخان الكهرباء كل الاشياء اللي يمكن بنتكلم ونقول ان هي يعني بتاخد كهرباء كتير جدا وبنشتكي بعد كده من الفاتورة بتاعة الكهرباء وفي حاجة بس اقول لك يعني برضو من دم يعني لو برضو الناس يعني من خلال بردامك بتاعتك ياريت برضو تشجعون الناس انها تبني محطات طاقة شمسية في وسطح المنازل دي حاجة كويسة احنا عندنا الشمس بسم الله ما شاء الله سبعة ساعات في اليوم أو ثمان ساعات في اليوم ووزارة الكهرباء عملة موقع اسمه منصة مصر للطاقة الشمسية في كل البينات لو انا عايز عملي محطة للطاقة الشمسية ايه المطلوب مني ايه المسانات اللي قدمها فده يعني جالي التوجه هي بقى احنا عندنا الشمس يعني بسم الله ما شاء الله يعني ممكن صحيح صحيح